دعوة أممية إلى وقف القتال في اليمن قوبلت بالترحيب المبدأي من جميع الأطراف بمن فيهم الحوثيون والتحالف لكن في ظل اشتداد المواجهات في أهم الجبهات إلى الغرب من محافظة مارب الدعوة صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش وأبلغها للصحفيين المتحدث باسمه ستيفان دوغريك وحث فيها الأطراف المتقاتلة في اليمن على وقف فوريا للأعمال العدائية وبذل قصار جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا واعتبار القتال الدائر حاليا في الجوف ومارب تهديدا يتسبب في زيادة حدة المعاناة الإنسانية غوتريش دع الأطراف كذلك إلى العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها تخفيف من معاناة الشعب اليمني وشدد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في البلاد دعوة سرعان ملقيت ترحيبا من الحكومة والحوثيين وحتى من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على عدن في أغسطس الماضي إثر انقلاب مدعوم من التحالف فيما أن يدى التحالف من جهته ترحيب الحكومة بالدعوة الأممية في إشارة إلى أن التحالف ملحق بالإرادة الشرعية للحكومة التي يقبع رئيسها في الرياض منذ خمسة أعوام فقد أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ قطوات عملية لبناء ثقة بين الطرفين في الجانبين الإنساني والاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا ومنعها من الانتشار يأتي ذلك وسط اشتداد المعارك في منطقة الصرواح إثر محاولة جديدة للحوثيين للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني جاءت بعد ساعات من ترحيب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بدعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار خمسة هدن خلال خمسة أعوام من الحرب كانت بالنسبة للحوثيين مناسبة لاستجماع قواهم وتحقيق اختراقات في معارك لم تتوقف حتى اليوم وأظهرت شهية الميليشيات بنسختيها الحوثية والانفصالية للحصول على مكاسب جديدة وسط التغيرات الهائلة في مواقف حلفاء الشرعية واستفافهم موسيقى موسيقى موسيقى